اشتركوا في القناة في اصابة الحمام بالامراض كما يعتبر تناول الغداء الملوث من العوامل المهمة في نقل المرض خلال هذه الحلقة سوف نتحدث اليكم عن مرض تضخم العين او ما يعرف بالخناق هو الالتهاب الشعبي في مرحلة متقدمة ويساعد ارتفاع الرطوبة وقلة التهوية والتغيرة الفجائية في درجة الحرارة على حدوث هذا المرض من اعراض هذا المرض هو وجود افرازات مائية من فتحات الانف تتحول الى مادة كاثفة لونها اصفر ينتج عنها سد فتحات الانف مما يتسبب في عدم قدرة الطيور على التنفس لذلك تنتفخ العيون ويكبر حجمها وينتج عن ذلك انغلاق الجفون وانعظام الرؤية فما هو العلاج؟ في هذا الحال يوضع رأس الطائر في محلول حمضة اليوريك او محلول بيرنجامينت البوتاسيوم يتم التخلص من الافرازات المتجمعة تحت العين بالضغط برفق ثم تطهرها تعطى الطيور كابسولة من زيت الخروع 500 ميلي جرام وفي اليوم التالي تعطى الطيور من 5 الى 4 نقاط من زيت كبدة الحوت وذلك لزيادة المقاومة الحيوية للطيور كذلك من الامراض التي يعاني منها مربو تربية الحمام هناك جذر الحمام والذي يظهر في شكلين وهما النوع الجلدي والنوع الدفتيري النوع الجلدي يظهر البثور حول الفم في نهاية المنقار وفي الحالة المتقدمة تصاب الأرجل والمناطق المغطات بيريش النوع الدفتيري يظهر خاصة على الزغاليل والطيور الصغيرة السين وتظهر بقع صديدية صفراء في الفم يسبب متاعب تنفسية او اختناق الطيور وقد يتوقف الطائر عن الأكل ويظهر عليه الهزل ويموت للوقاية من هذا المرض يجب اتخاذ الإجراءة الوقائية العامة وتطهير المسكن والأدوة المستخدمة مثل العلفة والمساقي التحصين بالمصلة الواقي لهذا المرض ويرعى عند استخدام لقاح جدري الدجاج الذي يزيد من شدة المرض تزال البثور ويذهن الجزء المصاب بمحلول اليودي جلسرين تزال المواد المتجبينة والغشاء الضفتيري ويمس السطح المتقرح بمحلول صبغة اليودي او الميكروكروم او نطارة الفضة بمعيار 2% نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم الافاظة المرجوة شكرا على تتبعكم ويخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله شكرا